الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بك ابني ومرحبا بك ابنتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وتحديدا في مقرر الفقه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ابنائي وبناتي في هذه الوحدة الأولى ما زلنا في هذه الوحدة نتحدث فيها عن أحكام الدماء الطبيعية سوف نتحدث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بما يتعلق بالاستحاضة وكذلك ما يتعلق بالنفاس ولكن قبل أن نبدأ بارك الله فيكم دعونا نستذكروا سويا هذه الوحدة وما جاء فيها من أهداف الوحدة الأولى الدماء الطبيعية يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة أن يكونوا قادرين على بيان المراد بالحيض وكذلك توضيح ما يحرم على الحائض وأيضا تحديد ما يجب على الحائض بعد الطهر وأيضا بيان الحكمة من عدم قضاء الحائض للصلاة وأيضا ذكر حكم قراءة القرآن للحائض وكذلك تفصيل القول في أحكام الاستحاضة والنفاس إذن هذا ما يتعلق بأهداف هذه الوحدة كما ترون أبنائي وبناتي فإننا قد أتينا على بيان بعض هذه الأهداف في الدرس السابق الاستحاضة والنفاس هذا هو عنوان درسنا لهذا اليوم وهذا هو رابط الدرس الرقمي أبنائي وبناتي لمن أراد أن يتابعنا من خلاله قبل أن نبدأ دعونا نستذكر شيئا مما أخذناه في الدرس السابق من يذكرنا أبنائي عن بعض الأمور التي أخذناها في الدرس السابق جيد وأيضا ممتاز وأيضا ممتاز وأيضا الفوائد والأحكام كثيرة جميل رائع أحسنتم بارك الله فيكم هذه بعض الأمور التي تناولناها سويا في الدرس السابق قلنا في الدرس السابق والذي جاء بعنوان الحيض أن الحيض هو دم الدورة الشهرية الذي يخرج من المرأة بعد البلوغ في كل شهر مرة وأيضا ذكرنا الأمور التي تحرم على الحائض من يذكرنا بها؟ من يذكرنا بها؟ جيد وأيضا ممتاز وأيضا تذكروا جيدا أحسنتم وأيضا أحسنتم بارك الله فيكم قلنا مما يحرم على الحائض الصلاة والطواف بالبيت وكذلك الصوم وأيضا المكث في المسجد المكث في المسجد طيب أيضا ذكرنا وقلنا بأن الحائض لا تقضي ما تركت من الصلوات المفروضة لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ بينا ذلك في درسنا السابق من يذكرنا؟ تذكروا جيدا أحسنتم بارك الله فيكم قلنا لأن لما في هذا القضاء من الحرج والمشقة فإذن الحائض تقضي ماذا؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي وابناتي ماذا عن أهداف درسنا لهذا اليوم؟ من أهداف درسنا لهذا اليوم ما يلي؟ أن نعرف الاستحاضة والنفاس كذلك أن نفهم أحكام الاستحاضة والنفاس فهما صحيحا نعم نريد أن نعرف هذه الأحكام ونفهم هذه الأحكام فهما صحيحا لأنها متعلقة بالعبادات وبغير ذلك من الأمور المهمة في حياة المرأة المسلمة طيب أولا الاستحاضة المراد بها أو تاريف الاستحاضة دم مرض عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته إذن هذا هو تعريف الاستحاضة دم مرض عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته طيب ولاحظوا بارك الله فيكم الفرق بين الاستحاضة والحيض مما ذكرناه في هذا التعريف طيب ما الدليل على الاستحاضة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي يعني استحاضة طيب إذن نحظوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي فاغتسلي وصلي بناء على هذا الحديث نستطيع أن نستخرج بعض الأحكام المتعلقة بالاستحاضة ومنها أحسنتم أن المستحاضة تصلي أما الحائض أحسنتم فلا تصلي بارك الله فيكم هذه من الأحكام وسنأتي بإذن الله سبحانه وتعالى على مزيد بيان لهذه الأحكام طيب إذن التعريف المراد بالاستحاضة دم مرض عارض يخرج من رحم المرأة في غير وقته والدليل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي أحكام المستحاضة أحكام المستحاضة ننتبه جيدا بارك الله فيكم يجب على المرأة أثناء استحاضتها أن تصلي وتصوم لاحظتم يا أبناء كسائر الطاهرات إذن في الحيض قلنا بأن المرأة لا تصلي ولا تصوم أليس كذلك أما في الاستحاضة فإن المرأة تصلي وتصوم كسائر الطاهرات كذلك أيضا يجوز لها الطواف يجوز لها الطواف قلنا في الحيض بأنه من الأمور التي تحرم ماذا على الحائض أحسنتم الطواف بالبيت فلا يجوز لها أن تطوف لكن المستحاضة أحسنتم يجوز لها الطواف كذلك من أحكام المستحاضة المستحاضة يجب عليها أن تتحفظ بما يمنع خروج الدم أثناء الصلاة أو الطواف يجب عليها أن تتحفظ بما يمنع خروج الدم أثناء الصلاة أو الطواف هذا يا أبنائي فيما يتعلق بالاستحاضة الاستحاضة طيب من يعرف لنا الاستحاضة؟ جيد ما الدليل عليها؟ ممتاز طيب من يذكر لي بعض الأحكام المتعلقة بالاستحاضة؟ جيد وأيضا ممتاز وأيضا أحسنتم بارك الله فيكم الآن دعونا ننتقل للفقرة الثانية من درسنا لهذا اليوم وسوف نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في فقراتنا هذه عن النفاس ما المراد به؟ هو دم يخرج من رحم المرأة الحامل ننتبه الحامل بعد الولادة أو قبلها بيسير ويستمر بعدها أياما إذن النفاس هو دم يخرج من رحم المرأة الحامل بعد الولادة أو قبلها بيسير ويستمر بعدها أياما طيب ماذا عن أحكام النفاس؟ ماذا عن أحكام النفاس؟ في فقرتنا هذه الآن بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عن أحكام النفاس كما تحدثنا في الدرس السابق عن أحكام الحيض وتحدثنا قبل قليل عن أحكام الاستحاضة سنتحدث الآن بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام النفاس مدة النفاس أربعون يوما غالبا غالبا مدة النفاس أربعون يوما غالبا طيب إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين أو في الأربعين فيجب على المرأة أن تغتسل وتصلي إذن ننتبه جيدا إذن قطع الدم ثم النفاس قبل الأربعين أو في الأربعين فيجب مباشرة على المرأة أن تغتسل وتصلي أيضا من الأحكام المتعلقة بالنفاس إذا زاد دم النفاس على الأربعين يوما فإن صادف الحيض فهو حيض وإن لم يصادف فهو استحاض طيب إذا كان استحاض ماذا تفعل أحسنتم تفعل كما قلنا كما تفعل الطاهرات ب أحسنتم ب الصلاة والصيام والطواف وغير ذلك طيب أيضا من الأحكام يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض من العبادات إذن يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض من العبادات مثل ماذا مثل ماذا أبنائي أحسنتم الصلاة وأيضا أحسنتم الصيام بارك الله فيكم طيب أيضا من الأحكام يجب على النفساء قضاء الصيام دون الصلاة ويتشبه من في هذا أحسنتم الحائض كما أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة ليس كذلك كذلك النفساء تقضي ماذا تقضي الصيام دون الصلاة أحسنتم أبنائي وابنائتي بارك الله فيكم إذن هذه هي الأحكام من يعيدها علينا بشكل سريع تفضلوا ممتاز جيد ليس في رقم واحد وهذه الثانية وهذه الثالثة أحسنتم ونقرأ الرابعة ممتاز ممتاز وهذه الخامسة بارك الله فيكم أبنائي وبناتي بارك الله فيكم أبنائي وبناتي نصل الآن للتقويم وبهي نختم درسنا لهذا اليوم نصل الآن للتقويم وبهي نختم درسنا لهذا اليوم ماذا لدينا في أسئلة التقويم؟ دعونا نستعرض هذه الأسئلة سويا هل حضرتم الأقلام؟ جميل تجهزتم وتهيأتم للإجابة؟ طيب دعونا إذن نستعرض الأسئلة السؤال الأول ما المراد بدم الاستحاضة؟ ما المراد بدم الاستحاضة؟ بينا وعرفنا أليس كذلك؟ نريد منكم إجابة على هذا السؤال أن تذكروا المراد بدم الاستحاضة هذا هو السؤال الأول من أسئلة التقويم السؤال الثاني وانتبهوا جيدا لهذا السؤال ما الفرق؟ لاحظوا بين دم الاستحاضة والنفاس أولا دعوني أسأل هذا السؤال هل هناك فرق بين دم الاستحاضة والنفاس؟ تقولون نعم جيد طيب ما الفرق إذن؟ ما الفرق بين دم الاستحاضة والنفاس؟ السؤال الثالث السؤال الثالث وانتبهوا له جيدا ماذا يجب على المر النفساء إذن قطع عنها الدم قبل الأربعين ماذا يجب عليها؟ ماذا يجب عليها؟ بينا ذلك في درسنا لهذا اليوم أليس كذلك؟ طيب ما الواجب عليها؟ هل تنتظر إلى أن تنقضي الأربعين كاملة؟ أو ماذا تفعل؟ أو ماذا تفعل؟ طيب السؤال الرابع انتبهوا له جيدا أيضا أبنائي و بناتي ماذا يحرم على المرأة النفساء من العبادات؟ من العبادات؟ تحدثنا عن هذا أسئلة التقويم من يقرأ السؤال الأول أبنائي و بناتي؟ جيد السؤال الأول ممتاز من يقرأ السؤال الثاني؟ جيد هذا السؤال الثاني من يقرأ السؤال الثالث؟ ممتاز هذا السؤال الثالث من يقرأ السؤال الرابع والأخير؟ أحسنتم 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 إلى هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته